نضم إلينا من تونس ضيفنا طارق السعيدة الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد طارق على شاشتنا أولا إلى أين وصلت مشاورة تشكيل الحكومة التونسية؟ مساء الخير أهلا بك طبعا الآن هي مشاورات في طرق اتصالات الأخيرة من أجل تحديد الأسماء وهذه الأسماء التي ستتولى الوزارات وفق ما أعلنه سيد رئيس الحكومة المكلف هشام مشيشي هي أسماء يجب أن تكون لديها برنامج ويجب أن يكون هذا البرنامج قابل للتنفيذ والإنجاز منذ تولي أو منذ نيل الثقة يعني هذا الآن هو مصار التشكيل في هذه المرحلة بالذات حكومة كفاءات السعيدة الكافية من الأسماء حكومة كفاءات حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزان نعم هذا الخيار الذي اتخذه السيد هشام مشيشي ولديه فلسفة كاملة في تقديري وراء هذا الخيار هناك تجاذب سياسي التقى جميع الأطراف السياسية ووجد أن بينها تجاذبات سياسية واختلافات جوهرية واختلافات وتباعد كبير في وجهات النظر وهو ما يجعلها غير قادر على الانسجام حول حكومة ذات تمثيلية سياسية يعني حكومة ممثلة من الأحزاب السياسية فوجد أن من الممكن أن يعيد نفس سيناريو الياس فخفاخ أي أن يقوم بحكومة اعتلاف حزبي اعتلاف سياسي ثم بعد ذلك يصبح يعالج المشاكل داخل اعتلاف الحاكم وهذا أمر يريد أن يتجنبه مفهوم يا سيد طارق ما يصب إليه هشام لمشيشي لكن يبقى السؤال حكومة مستقلة أو حكومة من الكفاءات الشخصيات التي تعطي برنامج واضح للناس للشارع التونسي هل تمر هكذا بسهولة تحت قبة البرلمان؟ أمانا النهضة الآن هي مجبرة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي مجبر لإعطاء الثقة لهذه الحكومة كي لا يذهب بوضعها الآن السياسي والشعبي كي لا يذهب إلى انتخابات مبكرة في رأيك في الحقيقة نعم حركة النهضة وباقي مكونات المجلس النواب التي لا تتفق مع منهجية المشيشي وهم أساسا أصدقاء حركة النهضة داخل المشهد السياسي هؤلاء منزعجون ولكن ليس لديهم خيار ليس لديهم خيار لسبب بسيط وجود قوة سياسية وجود قوة سياسية معادية لتوجهاتهم متمثلة في الحزب الحر الدستوري الذي يتصدر الآن استطلاعات الرأي يعني أنه في صورة رفض المشيشي وإعادة الانتخابات سوف تكون الوضعية أكثر مريحة لخصوم النهضة منها للنهضة وحلفائها فكل الاستطلاعات تشير إلى تقدم حزب الحر الدستوري على مستوى الاستطلاعات الرأي وهذا مؤشر خطير بالنسبة لحركة النهضة وحلفائها لا يريدون أن يجلوا انتخابات هي أنها مجبرة يا سيد طارق مجبرة النهضة مجبرة على تمرير هذه الحكومة نعم هي مجبرة في الأخير تذهب إلى السيناريو الأقرب وهو الانتخابات المباكرة لكن على ذكر السيدة عبير موسي ويرحبت بمشارات تشكيل الحكومة سؤالي لك هل تم استدعاءها لعملية التشاور أمنا تحاول أن تروج ربما لدخول الحزب الدستوري الحر داخل سياق نسيج الحكومة القادمة حكومة هشام لمشيشي في تقديري وفقا ما قامت به عبير موسي يعني كرئيسة الحزب أو موقف الحزب عموما من تشكيل الحكومات سواء بالنسبة للجملي سيد الجملي أو سواء بسيد الياس فخفاخ كانت تقاطع وكانت تقول أنها غير معنية بالمصار الحكومي ويبدو من خلال جميع المؤشرات أن الحزب الدستوري غير معنى بالحكومات هو معنى بترسيخ وجوده كحزب منقيض للطرح الأخواني في تونس فبهذا الشكل يبدو أنه لا يريد الإنغماس أو المشاركة أو التورط في الحكومات أيا كانت ومع ذلك فبعد أن أعلن سيد المشيشي اليوم أمسا عدم اعتماد التمثيلية الأحزاب وأنه سيضب في اتجاه حكومة مستقلة يبدو أن هذا الأمر راقة للحزب أو انسجم مع مواقفه وبذلك أعلنت اليوم أنها سوف ترحب بهذا التوجه وأنها مستعدة لللقاء وللدعم أي أنها بصورة أخرى تقول أن الحزب الحر الدستوري سيكون دائما في البرلمان لهذه الحكومة ولا أعتقد أنها معنية بمصار تشكيل الحكومة أو بإبداء الرأي لكنها ستطرق إذا دخلت في نسيج الحكومة سابقى ربما مقعد المعارضة فارغ أشكرك جزيلا على كل هذه الإضاحات ضيفنا طريق السعيد الكاتب والمحلل السياسي من تونس أشكرك وأكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا